عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير النهاردة هنعمل مع بعض طريقة اللازانيا بالطريقة العادية او المصرية اللازانيا دي هي اكلة ايطالية مشهورة جدا في المطاعم كل واحد فينا او كل بلد عن التانية بيعملها بطريقة مختلفة النهاردة هنعملها بطريقة حلوة اوي وزي تطلع معيك الخرطة كده حلوة وكتعة واحدة اولا اللازانيا نوع من انواع الماكارونة يعتبر اول نوع اتصنع من انواع الماكارونة وبدأوا بقى ان هم يعملوا منها اشكال كثيرة جدا النهاردة هنعملها بطريقة حلوة والصور بتاع هيبقى حلوة كده هقول لكم على كام اضافة تقدروا ان انتوا تعملوها علشان يطلع معيكو الطعم مزبوط اولا هي ملكة الصفرة لوحدها تبقى كفاية ان انت تعمليها لوحدها كده فيبقى الطعم بتاعها او الشكل بتاعها شيء جدا لو اول مرة تابعوني انا هبة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو واتمنى منكم ان انتوا تشاهدوا الفيديو للنهاية يلا بينا على طول عندي بقى هنا حل على النار فيها نص كوب وايا او نص كوب من الزيت نزيتها ليها بقى بنص كيلو من اللحمة المفرومة اللحمة البقر العادية لحمة صفية ما فيهاش اي نوع من انواع الدهن ومجرد ما هتفك او اللون بتاعها يتغير يبدأ للون البني ده وتاخد صدمة بسيطة هنبدأ بقى ان احنا نحط عليها المكونات بتاعتنا زي ما نشايفين بقى بدأت تاخد اللون البني ده هننزل على طول ببصلتين كوبار مبشورين ومعايا فلفل الوان اي نوع فلفل موجودة عندك ممكن ان انت ادي فيه الطريقة دي طريقة زي الماكرون بتاعي البلشامل لكن هنضيف عليها شوية اضافات كده هتبقى مختلفة شوية لان الصوت بتاعها بيبقى خفيف كده مش تقيل نزلت بالفلفل وعليها واحدة جذرة مبشورة اولا دي بيدي طعم حلو جدا وبيبقى كمان مفيد وفيه فيتامينات كتيرة لكن طعم الجزر في حشوة البشامل بالزاد بتديها طعم مسكر وطعم حلوة قوي الطاول بقى بتاعتي اختياري انا هحط طاول بسيطة قوي موجودة طبعا في كل بيت اول حاجة معلقة من الملح ودي مرأة دجاج فورية كده بتبقى بدرة هحط كمان معلقة كبيرة كده كفية جدا هبدأ بقى ان انا اقلبها وهضيف عليها طماطمتين كبار متقطعين قطعة صغيرة وكمان معايا سلسة بيور عادية لو مش متوفرة ابدأ ان انت يعملي سلسة في البيت عادي جدا هنزل بقى عليها ودي كل المكونات بتاعتي بتاعت الحشو بتاعتها اللي هي بتاعت اللحمة او تعسيكة اللحمة انا نزلت عليها بنص كباية من المياه وهسيبها بقى كده حوالي ربع ساعة متوسطين محتاج الصوف بتاعه ما يبقى شناشف بيبقى سهل كده ويطري شوية علشان المكونات بتاعتي مش هنسقها ولا اي حاجة لكن تعبقى كده على العين الزغيرة وهنبدأ بقى نعمل مع بعض البشامل انا معايا هنا معلقتين كبار من الزبدة هنزل عليهم بقى بخمس معالق من الدقيق خمس معالق مليانين هارومي كده من الدقيق هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض والزبدة مع الدقيق لحد ما يديني اللون الاصفر والدي يطيب مع السامنة على طول هكون مجهزة بقى كيلو من الحليب او على حسب نوعية الدقيق هتبقى القدقين هنزل على طول بشوية شوية مش هنزل بكمية الحليب كلها انا هنزل بايد وبالايد التانية هبدأ ان انا هقلب بيه علشان ما يعملش معايا قتل او ما يكالتحش معايا نزلت بكمية اللبن كلها وبدأت ان انا قلبها لحد ما يديني القوام الكريم كده او هنزلت كمان بكوبايتين من الحليب يعني الكمية بتاعته دقيق خمس معالق خدوا بالزبط كيلو ربع من الحليب ايديع فيها لطول عايزة القوام بتاعها يبقى قوام كريم ممكن تديفي كريم تخفض لكن انا محتاجة ان انا اعملها لكو بطريقة بسيطة وتحتبر مش مكلفة هنزل بمعلقة كبيرة من مرقة الدجاج ومعلقة ملح ومعلقة كمون اتقدر تديفي معلقة من الفلفل اسود لكن انا حطى في تحسيكة اللحمة فلفل اللي موجودة عنده اولاد او ما بيحبش الحاجة تبقى حامية شوية الصوت بتاعي يبقى جاهل وكمان اللحمة شايفين ما شاء الله لونها حلو جدا والالوان كلها كده خطيرة وتقدر ينيتك لها كده من غير اي حاجة جاهزنا بقى كل ده نبدأ بقى ان احنا نرسل السنية بتاعتنا بطريقة هادية كده وبطريقة شيك انواع الماكرونة بيبقى موجود متوفر في السوق كل انواع الماكرونات دي ماكرونة المالكة دي 400 جرام ب13 جنيه لعبوة انا جايبها وبويتين نوعين مختلفين فيها وبوة غمقة وعبوة فتحة يعني الماكرونة فيه نوعية منها ماكرونة فتحة وماكرونة غمقة الشريح دي لبقية الصواني بدل ما تعودي كسري كده لأ هي كده الشريح بتاعتها بتبقى رفيعة وبتبقى مكتوبة كمان على علبة تقدري ان ان انت تسلقيها او لا النوعية دي مش محتاجة سلط انهائي لان هي بتبقى القوان بتاعها خفيف جدا بدأت ان انا حط في كوعة الصينية حابة من البشاميل وهبدأ بقى ان انا هرس الماكرونة بتاعتي على حسب الصينية ليل معاك يعني يفضل ان الصينية تبقى الصينية مربعة فانا حبيت ان انا عملها بحب كل انواع الماكرونات بتبقى في الصينية الباركس دي بتبقى شكلها حلو جدا وشيك لو محطوط على الصفرة هنزل على طول بحب كمان من البشاميل كده فوق الوش عشان تديها تراوة وتبدأ ان هي تشرب معا من فوق من تحت نزلت بقى بطبقة خفيفة من اللحمة وهبدأ بقى ان انا هرس برضو طبقة تانية من الماكرونة وهكذا برضو نحط البشاميل وفوقيه حب بقى كده من الجبنة المزارلة او اي نوع جبنة عندك ممكن تحطي جبنة ريكوتة لو متوفرة عندك مفيش خلاص مفيش اي مشكلة تبقى خفيفة كده وطعمها بيبقى حلو قوي حطي كمان طبقة من التحصيج اللي معايا تحصيجتي اللحمة هبدأ حط برضو طبقة بقى ايه من الماكرونة ودي تحتوى بقى الاخر طبقة انا بحب بصنيت بقى مليانة الفوق كده وتبقى بكرامتها جده وتبقى طعمها حلو كمان شكلها للاخر بيبقى الشيك ومش محتاجة اي حاجة تانية هنزل بقى بفوق الماكرونة دي بطبقة محترمة من البشامل طبقة تقيلة مش حفيفة هنحط طبقة حلوة وبدأنا كده كده السنية بتاعتي خلصت تمام هنحط بقى حبة حلوين كمان من الجبنة المزارلة اي نوع جبنة متوفر عندك يكون حلو من السوبر ماركت ابدأ ان انت بقى حطيها او نوع كويس انت عارفها حطيت كده كطعة من الجبنة النسطن اللي اتنين مع بعض بيعملوا ميكسة حلوة قوي وبيعملوا خلطة كده وبيخلوا طعمها بيوتيكي في حتة تانية السراحة يعني انواع الرجيمات او اللي عام الرجيم ياريت مايقربش للوصفة دي او للمكارونا حطيتها بقى هنا في المكرويف او الفرن الحراري على درجة حرارة ميتين وخمسين يعني انا حطيتها على ميتين وخمسين من فوقه من تحت هتاخد بالضبط اربعين دقيقة اربعين دقيقة وهتبقى اللون بتاعها ما شاء الله بتحمر من فوقه من تحت شايفينه ما شاء الله حلوة قوي واللونها اصفر وجميل ودهبي وخطيرة في جد يا جماعة انا عملت اتنين زي ما قلتلك العبويتين العبوة بتعمل اه صنية فانا عملت اتنين عملت القديدة وعملت واحدة تانية خربتهم بقى وطبعا ما استنيتش ان هيها تبرد ممكن تسيبيها تبرد كده لمدة عشر دقيقة وتبدأ ان ان انت تقطعيها انا ما قدرت يسيبها صراحة يعني اه شايفين الفوران يعني التغنية بتبقى طالعة منها لكن برضو ما شاء الله طلعت الخرطة حلوة ومش مفرولة طلعت قطع واحدة برضو شايفين التغنية طالعة قد ايه ده راحة طعمها كان هيل جدا اه نوع جميل وطعم مختلف ومعززة كده موجود فيها مكونات كتيرة وتحتبر مغزية للاطفال يعني وكمان طريقة اه تحتبر جديدة مش لازم عطول نعمل مكارونا بالشاميل او مكرونا بالسلطة او الكلام ده كله دي برضو يعتبر نفس المقادير وتحتبر مش مكلفة بالهانة والشافة بجد طعمها كان جميل اتمنى ان انتو تجربوها بالطريقة دي ولو عندكم اضافات ممكن اه تدفوها مفيش اي مشكلة حبيت ان انا هرهلكوا بطريقة بسيطة ومختلفة طبعا اه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة ويا رب ما كونش دي فطيلة على قلبكم بحبكم في اللي وفي رعاية اللي واشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات هبا تيفي اشتركوا في القناة